ترجمة نانسي قنقر قضيت في 14 سنة في نيويورك ربيت عيالي كلهم في نيويورك أصعد مدينة العالم ، وأجمل مدينة بعدين مدريد 7 سنوات والآن تولنا من تقليل إلى فراغفورت مو شي سهل شي حلو ممتع كانت هناك صعوبات ما تغيرتي هدى بعد العيشة بره و هدى بالكويت بغض النظر عن مثلاً علاقتت مع أسر تتش انتي شخصياً شون أثرت فيتك ممتاز صراحة يعني هذي تجربة الغربة أثرت وعيد وعيد خلقت شخصيتي قبل كنت وعيد مرتبطة بخواتي فكان ما كان عندي سبيس اني أجد نفسي صراحة و نحن كلنا فيه كويست لتجد شيئاً عن نفسنا صح فأنا الحمد لله خليت الغربة كمنطلق أني أجد نفسي خليتها بشكل إيجابي ما شاء الله صحيح فكنت فعلاً يعني كنت أبحث 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 أنا منه أنا شون أحب يعني شون اللي فعلاً إحنا دائماً نقول إنه إنه إليك رزمي رزمي ليسك صح أنا ساعات أدرس و اليسيرة الذاتية أو شهادة العلمية مو لازم هذا تمثلت إحنا ترى عندنا مواهب مدفونة هل الإنسان يحتاج إنه أهو عشان يكسر الإيجو ماله يكون في مكان محد يعرفه تحسين حتى تشتري فعلاً إن الإنسان أي تشتري فعلاً أي تشتري فعلاً مهمة